زهدي رجل تخطى الخمسين من عمره دائم التشاؤم ويحزن ويشتكي من أي ابتلاء يحل به ولا يشعر بنعم الله التي أنعم عليه بها عكس زوجته التي تحمد الله كل حين ودائما تذكر زوجها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ في أحد الأيام دخلت الزوجة على زهدي في غرفة مكتبه ولاحظت حزنه وهو يكتب بعض الكلمات فاقتربت منه وقرأت التالي في العام الماضي أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وتم إقالتي من وظيفتي بدار النشر والتي ظللت أعمل بها عشرين عاما وفي نفس العام توفي والدي ورسب ابني في السنة النهائية بكلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة يا لها من سنة سيئة أمسكت الزوجة ورقة أخرى وكتبت بعض الكلمات ثم وضعتها بجوار ورقة زوجها الذي تناول الورقة وقرأ بها في العام الماضي شفاك الله من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة وبلغت الخمسين وأنت في تمام الصحة وبعد إقالتك من دار النشر بسبب بيعك رواية من تأليفك لأكثر من دار نشر ومع ذلك تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم لدار نشر أخرى وقد عاش والدك حتى بلغ الخامسة والثمانين وتوفي في هدوء دون ألم ونجى الله ابنك من الموت في حادث السيارة وشفاه دون أن يترك له عاهد يا لها من سنة سعيدة زوجي العزيز قد تتعرض لحادث سيارة وتظل حيا فتذكر أن هناك الكثير يموتون بسببها قد تخسر عملك ويرزقك الله بالأفضل فتذكر أن هناك من لا يجدون عملا واعلم أن تشاؤمك لن يغير شيئا ولكن تفاؤلك وقولك الحمد لله سيغير الكثير تأثر زهدي كثيرا بكلمات زوجته وعلم أنه كان مخطئا في حق خارقه فاستغفر الله وظل يحمده على نعمه الظاهرة والتي لم يكن زهدي يراها ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تزوج شاب صالح من فتاة ملتزمة وبعد يوم ذهب إليه أبوه ليبارك له في بيته وعندما وصل إليه طلب منه أن يحضر ورقة وقلما وممحا وبعد أن أحضر الشاب ما طلبه والده قال له الأب أكتب ما شئت كتب الشاب جملة فقال له أبوه أمح ما كتبت ثم طلب الأب من ابنه أن يكتب جملة ثانية وثالثة ورابعة وكلما كتب الشاب الجملة يطلب منه أبوه أن يمحها فقال الإبن لأبيه في حيرة أسألك بالله أن تقول لي يا أبي لما كل هذا قال له الأب بعد كل ما كتبت ومحوت هل لا زالت الورقة بيضاء قال الشاب نعم ولكن ما الأمر ضرب الأب على كتف ابنه برفق وقال له الزواج يا بني يحتاج إلى ممحاة فإن لم تحمل ممحاة تمح بها بعض المواقف التي لا تسرك من زوجتك وزوجتك إذا لم تحمل معها ممحاة تمح بها بعض المواقف التي لا تسرها منك فإن صفحة الزواج ستمتلئ سوادا في عدة أيام حتى في حياتك احمل ممحاة وامح أخطاء من حولك لتستمر حياتك هادئة وسعيدة وكن دوما صاحب القلب الذي يمح ويتجاهل ويتغافل عن زلات الآخرين فالناس يا بني يقعون دوما في الزلات والأخطاء فإن اهتممت بكل زلة وخطيئة تعبت وأتعبت والعاقل من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأقاربه وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه يا بني امسح الخطأ لتستمر الأخوة ولا تمسح الأخوة من أجل الخطأ وتحل دائما بالصبر والتسامح عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإيمان الصبر والسماح احتضن الإبن أباه وقدم له الشكر على نصائحه الغالية ووعده بالعمل بها حتى ينال رضا الله ثم الآخرين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون